السلام عليكم اهلا بكم في قناتي انا هندي سعد ودي قناتي نودل تعليم الكروشي النهاردة ان شاء الله هشتغل معكم مشروع جديد هعمل بلوفر كروشي اه البلوفر معي هيكون شبيه غرز التريكو هشتغله وبغرز المنزلقة. وحستخدم فيه خيط هستخدم خيط هملايا وسمك الخيط هنا معي سميك. هستخدم معاها ابرة مقاس خمسة وابرة مقاس ثلاثة ونصف. ابرة مقاس خمسة هستخدمها ليه البلوفر. وابرة تلاتة ونصف هستخدمها ليه الكمر والقنار بتاع الدراعات بتاع البلوفر. وهستخدم علامات للبلوفر. فيلا بنا نبدأ ونشوف هنشتغل البلوفر ازاي. اول حاجة انا بحتاجها في البلوفر. بحتاج دوران السدر دوران الوسط دوران محيط الارداف طول البلوفر طول الدراع طول حردة الابط. اه انا باخد اكبر حاجة في التلات حاجات دولة. اه يعني اه لو كان البلوفر معايا طويل فباخد معايا دوران محيط الارداف. لو قصير باخد بس دوران السدر ودوران الوسط. باخد اكبر حاجة اه انا عندي هنا في البلوفر اكبر حاجة اللي هو دوران محيط الارداف زي وزي دوران الصدر. اه فانا هشتغل البلوفر معي قصير. فانا احتاج بس اه حاكتين دوران الصدر ودوران الوسط. اه معي دوران الوسط زي دوران محيط الارداف. معي مية واربعة. مية واربعة بقسمه معي الاثنين هيكون معي اتنين وخمسين سنتي. هيكون معي قطعتين. قطعة الخلفية والقطعة الامامية. القطعة الخلفية بتكون معي اتنين وخمسين سنتي. ومن قدام بيكون معي اتنين وخمسين سنتي. بقسم الاثنين وخمسين تلت اجزاء. الجزء الكتف اليمين هيكون معايا سبعتاشر سنتي سبعتاشر سنتي وجزء الوسط اللي هي فتحة الرقبة هتكون معايا تمنتاشر سنتي والجزء التالت اللي هو الكتف الشمال هيكون معايا سبعتاشر سنتي والجزء اللي هو بتاع الرقبة هقسمه على الاتنين علشان أنا هشتغل سستة كده في النص فهيكون معايا تسعة سنتي وتسعة سنتي يعني تمنتاشر على الاتنين هيكون تسعة وتسعة اه بشتغل في الرقبة بشتغل هكذا تناقص وبعدين بطلع تاني تزايد ده انا هشرحه بالتفصيل في البلوفر انا وشغاله بالنسبة لي طول البلوفر معايا خمسة وستين سنتي خمسة وستين في الامام وخمسة وستين في الخلف فانا هشتغل الطول كامل يعني طول الامامي والخلفي هيكون معايا مية وتلاتين سنتي هشتغل كده داير ميدور هاخد الطول الامامي والطول الخلفي اه فانا هزود كمان عن مية وتلاتين شوية علشان الغرزة اللي انا هشتغلها بتكش معايا وبتقصر فحخليه طوله مية واربعين اه ولما بخلص البلوفر خالص بيكون معايا الطول معايا مزبوط تمام اه وطول الدراع تقريبا يكون معايا اتنين وستين سنتي اه وطول حالة تقلب دي براحتك فيها يلا بنا نبدأ ونقول بسم الله هجيب الخط معايا كده هو وهعمل عقدة البداية وهشتغل عدد من السلاسل اه لحد اللي ما وصل لي الطول المطلوب معايا اه انا زي ما قلت هشتغل زيادة عشرة سنتي هيكون معايا الطول مية واربعين سنتي هشتغل كده عدد من السلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتة اربعتاشر خمستاشر انا هكمل لحد لما وصل لي الطول وارجع لكم تاني اه كده انا اشتغلت الطول بتاع البلوفر الامامي والخلفي اشتغلت مية واربعين سنتي اه متين واحد وتلاتين غرزة سلسلة اه زي ما انا قلت انا بزود شوية يعني عشرة سنتي علشان الغرزة اللي انا بشتغلها بتكش وبتقصر معايا في الشغل اه اول سطر انا بشتغله بالابرة الكبيرة اللي هي بابرة مقاس خمسة هبدأ اشتغل من تاني غرزة كده هو في كل غرزة هشتغل فيها غرزة مزلقة وبريح ايدي خالص في الشغل علشان الغرز معايا اه بتقصر انا شغالة اشتغل كده في كل غرزة غرزة منزلقة انا هكمل لحد نهاية السطر غرز منزلقة انا كده اشتغلت السطر كله معايا غرز منزلقة عندي اخر غرزة هشتغلها غرزة منزلقة وبعدين هبدأ اغير الابرة هشتغل بابرة تلاتة ونص بس هشتغل عند اللي هو القمر بتاع البلوفر من ناحية دي والقمر من ناحية التانية هشتغل اتناشر غرزة آآ منزلقة هرتفع بغرزة السلسلة بعدين هشتغل في كل غرزة معايا غرزة منزلقة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر ناشر كده انا معايا الطول بتاع القنار او القمر بتاع البلوفر فكده مناسب معايا هغير الابرة وهبدأ اشتغل بابرة خمسة في كل غرزة معايا هشتغلها غرزة منزلقة يعني انا بس بغير في اخر البلوفر آآ في الاطراف بس من الطرف ده من الطرف التاني الاثناشر غرزة بشتغلهم بالابرة الصغيرة تمام هبدأ اكمل كده في كل غرزة معايا في الحلقة الخلفية غرز منزلقة انا هكمل لحد نهاية السطر وهرجع لكم تاني آآ كده انا خلصت الغرز معايا مزلقة في الحلقة الخلفية وهي غيرت الابرة عندي اخر اتناشر غرزة بعدين هرتفع بغرزة سلسلة وهبدأ اشتغل في كل غرزة معايا غرزة مزلقة في الحلقة الخلفية برضو هشتغل اتناشر غرزة بالابرة الصغيرة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة اتناشر اتناشر هغير بالابرة الكبيرة وهبدأ اشتغل في كل غرزة معايا غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية انا هبدأ اكمل كده باقي الشغل بالطريقة دي آآ هشتغل غرز منزلقة في الحلقة الخلفية لحد لما اوصل للعرض اللي انا قلت عليه سبعتاشر سنتي وهارجع عليكم داني عشان نشتغل آآ فتحة الرقبة مع بعض كده انا خلص العرض مطلوب معي سبعة سنتي وكده على المزورة اهو سبعتاشر سنتي فانا هبدأ اشتغل لفتحة اللي في النص فتحة الرقبة هتكون معايا طبانتاشر سنتي فانا هشتغل تمانية سنتي وبعدين هشتغل هسيق مكان لفتحة السسة بعدين هشتغل تمانية سنتي وبعدين هشتغل القطعة دي تاني. من الناحية التانية سبعتاشر سنتي. آآ فانا هبدأ كده آآ اشتغل في النص لها مكان فتحة الرقبة. آآ انا عديت هنا الغرز وقسمتهم بالنص وحطيت العلامة آآ في منتصف البلوفر كده هو. وهنا انا زويت الغرز آآ آآ بيئة الابرة الصغيرة خليتها خمستاشر غرزة. انا آآ اشتغلت آآ السطر ده هو لحد المكان العلامة. فانا هبدأ اشتغل تمانية سنتي. انا هشتغل هنا هو هعمل غرز تناقص. يعني هشتغل تناقص بسيط مش آآ مش كبير. ونفس اللي انا هشتغلوا آآ هنا تمانية سنتي هشتغلوا برضو من الناحية التانية اللي هم من تمانية سنتي وهسيب سنتي فيه النص. آآ ده هيكون معي مكان لي السستة هيك. هيبقى معي تمنتاشر سنتي. تمام? هشتغل كده هوا. انا اشتغلت آآ غرز مزلقة في الحلقة الخلفية لحد قبل العلامة. وآآ هشتغل كده غرزة السلسلة. وهعدل الشغل معي. والغرزين اللي ورا بعد دول انا هشتغلهم غرزة تناقص. آآ انا هنا هشتغل تمانية سنتي غرز مزلقة في الحلقة الخلفية وهشتغل تناقص بسيط. هشتغل غرزة السلسلة. بعدين هقلب الشغل معي كده هون. معي هنا اول غرزة انا مش هحسبها معيها هشتغل من تاني غرزة وتالت غرزة هشتغلهم غرزة التناقص. هدخل كده بالابرة. وهسحب الخيط هيكون معي حلقتين. بعدين هدخل في الغرزة اللي وراها. هسحب الخيط هيكون معي تلات حلقات على الابرة. هسحب آآ خيط على الابرة كده هو. واطلع من ثلاث حلقات كلهم مرة واحدة ودي غرزة تناقص معي. انا هستكفي بغرزة واحدة بس وبعدين هشتغل في كل غرزة معي غرزة مزلقة في الحلقات الخلفية. اهو. انا هكمل آآ لحد آآ نهاية الساطر كده هو. وما نساش ان انا بغير الابرة في اخر خمستاشر غرزة معي وبعدين هرجع تاني لحد الموصل لمكان العلامة هنا وهو هرجع لكم تاني. انا كده اشتغلت السطر ووصلت عند مكان العلامة. وعندي اخر غرزة اللي هي غرزة تناقص هشتغلها كده غرزة مزلقة في الحلقة الخلفية. اهو. بعدين هرتفع بغرزة سلسلة. وهقلب الشغل معي كده هو. وهشتغل غرزة تناقص. هاخد اول غرزتين معي. هدخل بالابرة وهسحب خيط. بعدين هدخل في الغرزة اللي وراها. وهسحب الخيط. اه دي آآ تلات حلقات على الابرة. بعدين هسحب الخيط وهطلع من التلاتة كلهم مرة واحدة. دي غرزة تناقص واحدة. وهبدأ اكمل السطر غرزة آآ منزلقة في الحلقة الخلفية. في كل غرزة كده هو. يعني انا مش هعمل غرز كتير. بس هي غرزة واحدة اللي انا هشتغلها غرزة تناقص. هكمل كده هو. غرز منزلقة. انا هكمل لحد نهاية السطر هرجع تاني لحد مكان العلامة وهرجع لكم تاني. كده انا خلص السطر معي. وآآ عندي اخر غرزتين هشتغلهم غرزتين آآ منزلقة في الحلقة الخلفية. اجي غرزة والغرزة التانية معي اللي هي غرزة التناقص. هشتغلها غرزة غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. تمام كده هو. بعدين بارتفع وغرزة سلسلة. وهقلب الشغل معي. وهبدأ اشتغل اول غرزتين غرزة تناقص في الحلقة الخلفية. انا بعمل بس تناقص واحد بس. انا دي غرزة التناقص بعدين هبدأ اشتغل في كل غرزة معي غرزة المزلقة في الحلقة الخلفية. انا هكمل كده بنفس الطريقة. لحد لما وصل لي تمانية سنتي وهرجع لكم تاني عشان نشوف ازاي بنفتح مكان لي السوستة. وبعدين آآ نفس الجزء اللي انا اشتغلت وده هنا هو. اللي هم التمانية سنتي بعد المكان لي السوستة هشتغل برضو نفس آآ التمانية سنتي دلهم هن هشتغلهم تمانية سنتي تاني بعد آآ آآ فتحة السوستة. كده انا خلص الجزء معي آآ تمانية سنتي اللي هي فتحة الرقبة. فطبعا هشتغل نفس الجزء اللي انا اشتغلته ده هو هنا. هشتغله من ناحية التانية تمانية سنتي برضو. بس انا هشتغل آآ هنا هو. يعني سبت آآ تقريبا تلاتين غرزة آآ هشتغلها فتحة للسوستة. هعمل سوستة هنا هو في النص. تمام? آآ وحبدأ اكمل التمانية سنتي من ناحية التانية اللي هي باقي فتحة الرقبة. آآ بالنسبة للتناقص اللي انا اشتغلته واشتغلت سبع مرات بس تناقص. آآ بمعنى ان انا رحت بالآآ الاصر كده هو ورجعت تاني كده مرة. بعدين رحت ورجعت كده اتنين. لحد سبع مرات آآ آآ غرز تناقص. وبعدين باقي الاصر اشتغلتها آآ آآ عادية من غير اي تناقص. اشتغلت تقريبا ستة اصر. رحت بالغرق رحت بالاصر كده ورجعت تاني كده مرة لحد ست مرات. تمام? آآ فانا نفس اللي انا اشتغلته من الناحية دي هبدأ اشتغله آآ في الجزء التاني من الناحية التانية بعد ما انا هعمل فتحة للسستة. تمام? انا كده آآ خلاص خلصت الجزء ده كده معي تمانية سنتي فهنشوفه على المزهورة. اهو. من بداية التناقص لحد النهاية. لحد نهاية الاسطر تمانية سنتي. تمام? فانا هبدأ افتح كده اهو آآ مكان للسستة. معي نوعين من السستة. سستة عادية نفس درجة بتاعة البلوفر. ومعي نوع تاني من السستة. آآ ودي فتحة شوية عن لون البلوفر. فانا هشوف ازا كنت هركب دي او دي. آآ انا هحدد في الاخر. تمام? انا هوريكم ازاي بنفتح مكان لي السستة. طبعا انا آآ اشتغلت السطر ده ومكملتوش للنهاية. آآ سبت حوالي آآ تلاتين غرزة. غرزة آآ مزلقة آآ من غير مدخل فيهم. فانا هكمل كده اهو. مش هكمل للاخر. آآ ده انا هتبروه مكان ليه السستة. فانا هبدأ اشتغل. غرزة آآ سلسلة. وبعدين هقلب الشغل. وهبدأ اكمل بقى القسطر كده اهو. لحد ما اشتغل آآ صنتي. وبعدين بعد ما انا خلص الصنتي آآ هبدأ اكمل الجزء التاني اللي هو التمانية صنتي من ناحية التانية. فانا اشتغلت كده غرزة سلسلة. وفي كل غرزة هشتغل فيها غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. اهي. انا هكمل لحد نهاية السطر. وهرجع تاني بالقسطر لحد آآ المكان ده هو هرجع لكم تاني. وصلت عند نهاية السطر اهو. من ناحية آآ فتحة السوستة. فانا عندي اخر غرزة هشتغلها غرزة مزلقة. الحلقة الخلفية كده هون. بعدين هرتفع بغرزة سلسلة وهقلب الشغل معايا. وهبدأ اكمل في كل غرزة معايا غرزة مزلقة في الحلقة الخلفية. يعني انا هشتغل لحد ما انا اشوف آآ المكان او العرض بتاع السوستة وهبدأ اوقف. تقريبا هيكون معايا صنطي. فانا هبدأ اكمل كده بالغرز. هروح وارجع وارجع لكم تاني. وصلت عند نهاية السطر وعندي اخر غرزة هشتغلها غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. اه وكده معايا العرض اثنين صنطي فانا هستكفي بعرض السوستة. وهبدأ اكمل الاطعة التانية من ناحية التانية بتاعة الرقبة. انا معايا هنا هو الغرز سلاتين غرزة. هشتغل تلاتين غرزة السلسلة. واحد اتنين. تلاتة اربعة. خمسة ستة. سبعة. تمانية تسعة عشرة. احداشر اتناشر. تلاتاشر اربعة عشر. خمستاشر. ستاشر. سبعة عشر. تمنتاشر. تسعة عشر عشرين. واحد وعشرين. اتنين وعشرين. تلاتة عشرين. اربعة عشرين. خمسة عشرين. ستة عشرين. سبعة عشرين. تمانية وعشرين. تسعة عشرين. تلاتين. كده معايا تلاتين غرزة. زي الغرز من ناحية. التانية تلاتين غرزة. برضو هتأكد من العدد الغرز. كما معي تلاتين غرزة. هبدأ اكمل. هشتغل كمان غرزة ارتفاع. وهبدأ اشتغل آآ في ظهر السلسلة معاية. في الخلف. في الحلقة الخلفية كده هو. هبدأ اشتغل من تاني غرزة. وفي كل غرزة هشتغل فيها غرزة منزلقة. انا هكمل لحد نهاية السطر. انا كده خلص الغرز السلاسل كلها غرز مزلقة. بعدين عندي آخر غرزة هشتغلها غرزة مزلقة. وهبدأ اكمل في البلوفر نفسه لغرز بتاعتي لغرز مزلقة. هشتغلها غرز مزلقة في الحلقة الخلفية. اهو. انا هكمل كده هو. وده هيكون الجزء بتاع السلسلة معايا. يعني انا هبدأ اكمل كده باقي الثمانية سانتي من ناحية دي. هشتغلت ست مرات آآ آآ ست اسطر او ست مرات آآ من غير اي تزايد. بعدين هبدأ اشتغل غرز التناقص اللي انا اشتغلته من الناحية دي. هشتغله من ناحية التانية تزايد. فانا هكمل كده هو. غرز مزلقة في الحلقة الخلفية. انا هكمل كده بالغرز. غرز مزلقة. وهرجع تاني لحد آآ آآ نهاية السطر هنا اهو. وهرجع لكم تاني. كده انا وصلت عندي نهاية السطر وعندي اخر غرزة هشتغلها. غرز مزلقة في الحلقة الخلفية. بعدين هرتفع بغرز السلسلة. هقل بالشغل. هشتغل في كل غرزة غرز منزلقة. في الحلقة الخلفية. اهو. انا كده هبدأ اكمل بنفس الطريقة. هروح من الغرز وارجع تاني كده هحسبها مرة. بعدين لحد ست مرات مش هشتغل فيهم اي تزايد او اي تناقص. وبعدين هرجع لكم تاني نشتغل التزايد مع بعض. يعني هنا اشتغلنا تناقص في الناحية دي. الناحية دي هنشتغل فيها تزايد. فانا هكمل وي هرجع لكم تاني. كده انا خلاص خلاص الجزء اللي معايا ده اربعة سنتي اشتغلتهم من غير اي تزايد او تناقص. فلو عدينا آآ عدد الصفوف هيكون معايا تلتاشر صف. يعني روحة وجاية. روحة وجاية مرة هيبقى ست مرات. يعني وعدينا مسلا القصصر كده معايا. هي. آآ زي اللي هي علامة الغرزة اللي هي الصفوف اللي شكل آآ غرز السلاسل او علامات اللي فيها هيكون معايا ست مرات. ادي واحد. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. آآ كم صف? روحة وجاية تلتاشر صف. بعدين هنبدأ نشتغل تزايد. علش هنديني نفس التقويصة دي بتاعة الرقبة. انا هنا اشتغلت سبع مرات. آآ تناقص. فانا هنا هشتغل تزايد. هطلع بالأسطر كده لفوق. تمام? آآ بالنسبة للسبع مرات بالهمة. آآ كم صف? آآ اشتغلت روحة وجاية. هيكون معايا اربعتاشر صف. انما التناقص اللي انا اشتغلته هنا هو. اشتغلت سبع مرات تناقص. فهنبدأ نكمل كده بقى التقويصة دي بتاعة الرقبة. انا هنا اشتغلت الجزء ده هو. اللي احنا اشتغلناه تمانية سنتي. وآآ مكان فتحة السستة. اشتغلناها واحد سنتي. بعدين اشتغلت الجزء التاني اه اربعة سنتي. آآ من غير اي تزايد قط ناقص. بعدين هنبدأ نشتغل التزايد اللي هو اربعة سنتي كمان. هيبقى معايا تمانية سنتي. فهنكمل كده هو. هجيب الابرة. هبدأ اشتغل في فاضل معايا آآ اربع غرز آآ منزلقة. هشتغلهم في الحلقة الخلفية. واحد اتنين. تلاتة اربعة. كده انا خلاص خلصت الصف معايا. فانا هبدأ كده اشتغل الاسطر بتاعة التزايد. هشتغل غرزة سلسلة. وهقلب الشغل معايا. وهنا في اول غرزة هشتغلها غرزة منزلقة. وفي نفس مكان الغرزة هدخل تاني. بس هدخل في الحلقتين. ادي حلقة والحلقة التانية اهي. وهعمل برضو غرزة منزلقة. عشان تزبق معايا الغرزة. ما تقلعش مني من على الابرة. انا اشتغلت على الحلقتين عشان تقلعش الخيط من على الابرة. اه دي كده غرزتين آآ منزلقة في الحلقة الخلفية في نفس مكان الغرزة. تمام? بعدين هبدأ اشتغل في كل غرزة معايا غرزة منزلقة. في الحلقة الخلفية كده هوا. يبقى انا زودت هنا غرزتين في نفس مكان الغرزة الوحدة. عملت غرزة تزايد. فهبدأ اكمل باقي السطر كده هوا. غرز منزلقة في الحلقة الخلفية. تمام? فان هبدأ كده اكمل باقي السطر غرز آآ منزلقة في الحلقة الخلفية وهارجع تاني بالسطر لحد الموصل للمكان ده هوا آآ لنهاية السطر هنا هوا وهارجع لكم تاني. كده انا خلصت السطر معايا آآ رحت ورجعت كده هو. فانا عندي اخر غرزة هشتغل غرزة مزلقة في الحلقة الخلفية. بعدين هرتفع بغرزة سلسلة. وهقلي بالشغل معايا كده هوا. هشتغل آآ في اول غرزة معايا هوا. هشتغل غرزتين مزلقة. هعمل اول حاجة كده غرزة مزلقة في حلقة. وبعدين هتغل تاني في الحلقة نفسها. هسا هاخد الحلقة تاني اللي وراها. يعني حلقتين. عشان بس يزبق معايا الخيط. هسحب كده الخيط وهشتغل غرزة مزلقة. كده ادي غرزتين معايا في نفس مكان الغرزة. وهبدأ اكمل كده غرز مزلقة في الحلقة الخلفية. دي تاني مرة آآ غرز آآ تزايد. فانا هكمل كده باقي السطر غرز مزلقة في الحلقة الخلفية. فانا هبدأ كده اكمل آآ الغرز آآ لحد نهاية السطر وهارجع تاني. لحد آآ نهاية السطر هنا وهارجع لكم تاني. آآ كده انا خلاص خلصت آآ معايا السطر روحت ورجعت تاني لحد بداية الغرز. وفي اخر غرزة حطيت علامة علشان برضو ما اطلق بطش في عدد الغرز معايا. تمام? وبردو آآ ممكن تشتغل وتحط العلامة دي في كل سطر معاك يعني مش بس في التزايد او التناقص. عشان برضو تبقى عارفة عدد الغرز معاك وما يتناقصيش غرز. فده الافضل يعني. تمام? آآ عندي كده اخر غرزتين. هشتغل غرزة مزلقة في الحلقة الخلفية. واخر غرزة مكان العلامة. بعدين هرتفع بغرزة السلسلة. وهقلب الشغل معايا كده هوق. ودي تالت مرة اللي انا هشتغلها في التزايد. هعمل غرزة مزلقة في اول حلقة كده هون. وفي نفس مكان الغرزة هدخل تاني وهعمل غرزة مزلقة. بس هاخد الحلقة اللي وراها كمان. يعني حلقتين. هاخد الحلقة دي والحلقتين. هسحب الخيط. كده انا اشتغلت غرزين في نفس مكان الغرزة. فهحط العلامة علشان اكون عارفة بس. ومنقصش معايا غرز. وهبدأ اشتغل باقي السطر غرز مزلقة في الحلقة الخلفية. كل غرزة كده هشتغل غرزة مزلقة في الحلقة الخلفية. آآ فانا هكمل كده بنفس الطريقة. لحد من اللي خلص السبع مرات آآ غرز تزايد. آآ سبع مرات يعني اربعتاشر سطر روحة مجاية. تمام? آآ فانا هكمل كده هو. وهرجع لكم تاني نشتغل آآ الضهر وبعدين الجزء الاخير بتاع الكتف آآ من ناحية التانية. عنا كده خلص الجزء الامامي من اللي هو بتاع الرقبة فتحت الرقبة كده هو. ودي مكان السستة. آآ فانا كده هبدأ اشتغل في الجزء الخلفي برضو. هشتغل نفس اللي انا اشتغلته هنا هو. هشتغلو من الناحية التانية. هشتغل آآ تناقص بعدين هشتغل آآ عادية بعدين آآ من قسطر عادية بعدين تزايد. بتاع نشوف ازيه هنبدأ ونشتغل الجزء الخلفي. هاجي بالابرة والخيط. بعدين هاجي هنا هو عند مكان العلامة. هدخل فيها بالابرة كده هو. هسحب الخيط. هعمل غرز السلسلة. وبعدين همشي السطر ده لحد نهاية السطر غرز مزلقة في الحلقة الخلفية. هدخل في تاني غرزة كده هو. وهشتغل غرز مزلقة في الحلقة الخلفية. وحاول ان انا ارحي ايدي شوية علشان آآ الغرزة ما ما تكونش معايا كده مجدودة وتقصر معايا في الطول. انا ممشي كده حول داري الزيادة بتاعة الخيط. انا هكمل لحد نهاية السطر غرز منزلقة وهارجع تاني لحد ما كان العلامة وارجع لكم تاني. انا كده خلص السطر معايا. آآ رحت بالغرز ورجعت تاني لحد ما كان العلامة. آآ فانا هكمل باقي التقويصة دي هي. بس في الظهر زي ما انا قلت آآ هنبدأ نشتغل من السطر اللي جاي تناقص. انت لو مش عايزة تعملي التقويصة كده في الظهر وعايزة تشتغلي خط مستقيم. فانت هتشتغلي بالاسطر هتروح وترجعي كده بالاسطر آآ و آآ هتمشي عدد السطور اللي انت اشتغلتها في الامام هتشتغليها في الخلف. من غير اي تناقص او تزايد. تمام? فانا هشتغل نفس اللي انا اشتغلته من قدام هشتغله من ورا. فانا هشتغل برضو وهنا التناقص والتزايد في الضهر. آآ فانا هبدأ كده من السطر التاني هشتغل آآ غرزة التناقص. عشان آآ اعمل نفس التقويصة بتاعة الامام. هكمل كده ههو. هرتفع بغرزة السلسلة. بعدين آآ هسيب اول غرزة وهدخل في تاني غرزة والتالت غرزة هشتغل غرزة التناقص. اهو. بعدين هشتغل في كل غرزة معي غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. وحريح ايدي فيه الشغل علشان آآ الطول بتاع البلوفر ما يقصرش معي. انا بكرر كتير في الكلام علشان لو واحدة ممتدئة تعرف تشتغل معي البلوفر. آآ ويكون بالنسبة لها سهل ان شاء الله. آآ انا هكمل لحد نهاية السطر كده غرز منزلقة. آآ وهارجع تاني لحد ما كان العلامة وارجع لكم تاني. كده انا خلص السطر روحها وجاية. فجيت عند وصلت عند ما كان العلامة اهو. اخر غرزة معي باشتغلها غرزة منزلقة. بعدين هرتفع بغرزة السلسلة. آآ انا اشتغلت من ناحية تانية تناقص سبع مرات. آآ آآ يعني عدد القص الروحها وجاية هيكون معي اربعتاشر سطر. كده انا هدخل فيه التناقص التالت. في السطر الخامس. هعمل تناقص في اول غرزة والتاني غرزة. بعدين هبدأ امشي غرز مزلقة في الحلقة الخلفية لحد آآ نهاية السطر وهارجع تاني لحد مكان بتاع التناقص وهرجع لكم تاني. كده انا وصلت عند نهاية السطر مكان التناقص. يعني انا جيت كده رحت بالسطر ورجعت تاني لحد مكان التناقص. كده انا هشتغل رابع مرة فيه التناقص. آآ يعني الغرزة دي هشتغلها غرزة منزلقة اخر غرزة. مش بعمل فيها اي تناقص للسطر ده. بعدين برتفع بغرزة السلسلة. وانا برايحة كده بالغرز بشتغل غرزة التناقص. ده هيكون معايا رابع مرة. هعمل غرزة التناقص. بعدين هشتغل في كل غرزة غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. انا هشتغل نفس الطريقة دي. آآ هكمل كده بالاسطر. آآ هيكون معايا سبع آآ زي ما قلت سبع مرات. آآ تناقص يعني اربعتاشر سطر. روحة وجاية. بعدين هرجع لكم تاني عشان نكمل آآ باقي الاسطر العادية. آآ وبعدين نكمل باقي البلوفر مع بعض. انا كده خلص الجزء التناقص اللي هو في الظهر اهو. تمام? بعدين هبدأ اشتغل الاسطر العادية. انا اشتغلت هنا في آآ الامام آآ اتناشر سطر عادي. والمكان السستة اربع اسطر. ومن ناحية التانية اتناشر سطر. يعني هيكون معايا تقريبا تمانية وعشرين سطر تسعة وعشرين. آآ فانا هشتغل آآ من الناحية التانية هنا هو تمانية وعشرين سطر وبعدين هبدأ اشتغل التزايد علشان يديني آآ من باقي التقويصة بتاعة الرقبة. فانا هكمل آآ كده من السطر اللي جاي. اللي هو غرز العادية. كما خلاص خلصت السبع مرات التناقص. هبدأ اكمل كده اهو. اشتغل اخر. اخر آآ غرز معايا غرز مزلقة في الحلقة الخلفية. بعدين هشتغل غرز السلسلة وهبدأ من السطر اللي جاي ده هشتغل آآ غرز آآ اسطر عادية. اشتغل غرز مزلقة في الحلقة الخلفية كده هو. انا كده هكمل لحد نهاية السطر وهرجع تاني لحد بداية السطر. كده انا خلصت تاني سطر معايا. آآ روحت بالسطر كده هو رجعت تاني لحد آآ مكان الرقبة. فعندي اخر غرز هشتغلها غرز مزلقة. بعدين هرتفع بغرز السلسلة. والسطر اللي جاي ده سطر تلاتة من الاسطر العادية. اشتغل كده غرز مزلقة في الحلقة الخلفية. فانا هكمل كده آآ باقي الاسطر الباقية هيكون معايا تقريبا خمسة وعشرين سطر. آآ هكملهم اسطر عادية. آآ انا هشتغلهم وهارجع لكم تاني عشان نكمل آآ باقي البلوفر. كده انا خلص الجزء آآ بتاع الظهر اللي هو الاسطر العادية. بعدين هبدأ اشتغل الجزء الاخر جزء معايا اللي هما آآ التزايد اللي هو سبع مرات تزايد. هيكون معي اربعة تلاشر سطر. فانا كده اهو الظهر معايا. عملت التناقص. بعدين اسطر العادية. بعدين هشتغل التزايد. هجيب الابرة معايا. وهابدأ اكمل. انا من السطر اللي جاي ده انا هبدأ اشتغل فيه التزايد. ويفضل يكون معاكي آآ آآ على علشان تحطي العلامة في اول غرزة هتشتغليها. بعدين هشتغل غرزة سلسلة. وهدخل في اول غرزة هشتغل فيها غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. وهدخل تاني في نفس الغرزة هشتغل فيها غرزة منزلقة بس هدخل على الحلقتين علشان ما تطلعش معايا الخيط. اهو. وفضل زي ما انا قلت نحط علامة آآ في اول غرزة علشان آآ تكون معايا الغرز مزبوطة منقصش عدد الغرز. فان هجيب علامة وحطها كده في اول غرزة معايا. اهي. وهبدأ اكمل في كل غرزة معايا غرزة مزلقة في الحلقات الخلفية. انا هبدأ اكمل كده السطر لحد نهاية السطر وهارجع تاني لحد مكان العلامة وهارجع لكم تاني. كده انا خلصت السطر معايا ووصلت عند نهاية السطر عند مكان العلامة ناحية الرقبة. عندي اخر غرزتين هشتغل غرزتين منزلقة في الحلقة الخلفية. بعدين هرتفع بغرزة السلسلة. وحاعدل الشغل معايا كده هو. والسطر اللي جاي ده هشتغله غرز تزايد. هشتغل في اه اول غرزة كده غرزتين منزلقة. ادي واحد. بعدين هتحل تاني في نفس الغرزة. وهاخد كمان الحلقة التانية اللي منورة. وهشتغل غرزة منزلقة. نحط العلامة في اول غرزة. وحبدأ اكمل كده باقي السطر. غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. دي تاني مرة في التزايد. بعدين بكمل السطر كده غرز آآ مزلقة. وبرجع تاني باقي السطر. والسطر بعدين التالت اللي وراء بيكون معايا آآ غرزة التزايد. فانا هكمل آآ سبع مرات غرز تزايد زي من ناحية التانية ما اشتغلتها غرز التناقص. وآآ هيكون معايا آآ اربعتاشر سطر. آآ فانا هكملهم ويهرجع لكم تاني. كده انا خلص الجزء بتاع الرقب اللي هم من تمنتاشر سنتي. ويخلصت الظهر معايا غرز التزايد. اهو. من ناحية دي. وبعدين بعد ما خلصت القسطر. قصيت الخير من الناحية التانية. فانا هبدأ اكمل آآ باقي البلوفر. آآ وملحوظة مهمة طبعا آآ اهم حاجة بتحطي في نهاية السطر العلامة معاكي من ناحية دي. ومن الناحية التانية علشان ما نقصيش عدد الغرز معاكي. آآ حتى لو انت هتشتغلي القسطر العادية. دي آآ مهمة جدا. فانا كده خلاص خلصت الجزء بتاع الرقبة. هبدأ اكمل آآ باقي بلوفر من الناحية التانية. آآ هنعمل الكتف الشمال. زي ما انا اشتغلت الكتف اليمين من ناحية دي. فاخد لبالي برضو عدد الغرز من الناحية دي هي آآ نفس عدد الغرز من الناحية التانية ناحية الكتف. آآ يكون العدد معايا مزبوط. فانا هبدأ اكمل كده هو آآ آخر جزء معايا اللي هم من سبعتاشر سنتي من الناحية التانية ناحية الكتف الشمال. انا كده خليت الخيط معايا من الامام واخر حاجة اشتغلتها الصف اللي انا جاية كده منه. فهبدأ اقفل كده الجزئين مع بعض الجزء آآ الامامي والخلفي مع بعض. فانا هكمل هجيب الابرة معايا. هشتغل كده غراز مزلقة في الحلقة الخلفية. يعني كان عدد الغرز معايا آآ من الناحية دي كان مية وخمستاشر ومن الناحية التانية مية وخمستاشر. وفيه كانت غرزة في النص انا ما اشتغلتهاش اللي انا سبتها آآ من الناحية التانية دي كانت آآ غرزة زيادة. يعني هيكون معايا آآ متين واحد وثلاثين غرزة آآ من الناحيتين. الناحية دي والناحية التانية. فهبدأ اكمل كده هو غراز مزلقة. آخر غرزة ما كان العلامة كده هون. وبعدين هشتغل غرزة السلسلة اللي هي آآ الغرزة الزيادة اللي كانت من الناحية التانية حط فيها العلامة. وبعدين هبدأ اقفل الناحيتين كده ببعض. هدخل بالابرة من الناحية التانية كده فيه اول غرزة وهبدأ اشتغل غرزة منزلقة في الحلقاء الخلفية. في كل غرزة غرزة منزلقة في الحلقاء الخلفية. هكمل كده غرز مزلقة لحد نهاية السطر وهرجع تاني لحد آآ مكان الرقبة وهرجع لكم تاني. كده انا خلص السطر معايا واشتغلت آآ السطر كده روحت ورجعت تاني بالسطر آآ ده السطر التاني ناحية الرقبة. هبدأ اكمل كده هو غرز منزلقة. في الحلقة الخلفية. واخر سطر انا اشتغلته في الضهر آآ يكون السطر ناحية الرقبة علشان يكون معايا مضبوط في الغرز انا وبشتغلها اللي هي غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. يعني ازبطت السطر خليته ناحية الرقبة مش من ناحية التانية ناحية القمر. تمام? دي برضو ملحوظة حبيت ان انا اقولها. بعدين هبدأ اكمل كده هو. غرز منزلقة. وصلت عند اللي هي السلسلة اللي في النص. اشتغلها غرزة منزلقة. بعدين هبدأ اكمل الجزء التاني ناحية الامام. في كل غرزة غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية كده هم. ودي قفلت الرقبة معايا فانا هبدأ اكمل كده الغرز المزلقة بنفس الطريقة. اه روحة وجاية بالاسطر لحد ما نخلص عدد الاسطر. انا معايا زي ما انا اشتغلت عدد الاسطر من الناحية التانية في الكتف التاني. وبعدين هرجع لكم تاني بعد ما نخلص آآ عدد الاسطر. وهنشتغل مع بعض نقفل الجناب بتاعة البلوفر ونشتغل الدراعات. وبعدين نشتغل الكولة المفتوحة او اللياءة. طبعا هتكون مفتوحة معايا علشان السلسلة انا هشتغلها في آآ البلوفر. آآ فانا هكمل وهرجع لكم تاني. كده انا خلصت الجنب التاني بتاع البلوفر. نفس عدد الاسطر وانا اشتغلتها من ناحية دي هي نفس العدد الاسطر. انا اشتغلتها من ناحية التانية. تمام? آآ فانا كده هبدأ اقفل الجناب. وبعدين نشتغل الدراعات بتاعة البلوفر. آآ انا حددت الاول حاجة طول حلل حردة الابط. وبعدين حطيت علامات آآ للطول. ودي بعدين هبدأ اقفل كده الجناب. آآ هنا معي طول حردة الابط حوالي آآ تقريبا واحد وعشرين سنتي. يعني واحد وعشرين سنتي. تمام? فانا كده هبدأ اقفل. لو انت عايزها اكبر من كده بتوسعي في بتحطي العلامات بعد العلامة دي او بتشوفي انت عايزة قد ايه طول حردة الابط لو عايزها قال لي طبعا آآ بتقليلي عدد الغرز. هجيب كده الابرة وهبدأ ان انا اقفل الجناب. هقلب البلوفر بالمقلوب الناحية التانية. هجيب كده الخيط. وهقفل بطريقة ما تبينش التقفيلة بتاعت الغرز معايا. هدخل كده بالابرة. في مكان العلامة. الاولى وبعدين آآ هدخل كده بالابرة بالناحية التانية في العلامة التانية. طلع كده العلامة ودخل التاني. بالابرة. هسحب الخيط معايا. بعدين هشتغل غرزة آآ سلسلة وفي نفس المكان هدخل تاني هشتغل فيها غرزة مزلقة. هقد اقفل كده هون. هاخد اول غرزة مع اول غرزة. وعمل غرزة منزلقة. تاني غرزة مع تاني غرزة. غرزة منزلقة. هبدأ اشتغل كده في كل غرزة بتقابل التانية غرزة منزلقة. برضو ممكن تشتغلي الحلقة الخلفية مع الحلقة الخلفية. آآ برضو مش هتبين نعاكي التقفيلة. بغرز مزلقة. اهي. اهي. كل غرزة بتقابل التانية بشتغل فيها غرزة مزلقة. اهي. كل غرزة بتقابل التانية غرزة منزلقة. اهي التقفيلة معايا. في الظهر. او بالمقلوب. بعدين ادي التقفيلة معايا من قدام مش بين اهي. التقفيلة بين معايا ان هي طبيعية خالص اهي. تمام? هم ده اكمل كده لحد ناعد السطر. كل غرزة بتقابل التانية. هشتغل فيها غرزة مزلقة. انا هشتغل كده لحد نهاية السطر. آآ بنفس التقفيلة. وهقفل برضو الناحية التانية. هنجعلكم تاني. كده انا خلصت التقفيلة بتاعة الجناب بتاعة البلوفر من ناحيتين. تمام? واشتغلت آآ دراع لي البلوفر. آآ هي التقفيلة معايا من الجنبين. بين النهاية طبيعية. اهي. الناحية دي من الناحية التانية. هي التقفيلة معايا. واشتغلت الدراع بتاع البلوفر. هشتغل معكم الدراع التاني وبردو قفلت الدراع معايا برضو بطريقة طبيعية. اهي. فهنا نبدأ نشوف ازاي اشتغلنا الدراع. طبعا انا اه الدراع بشتغله اه الطول اه بتاع الدراع وبنقص حوالي عشرة سنتي اه واخد من الكتف بتاع الدراع. تمام? يعني لو كان معايا مسلا الدراع طوله اه ستين هيكون معايا خمسين سنتي. هشتغله الدراع والعشرة سنتي هيكون معايا في الكتف. نبدأ نشتغل اه الدراع. انا اشتغلت هنا ادراع آآ تسعين آآ غرز السلسلة يعني هيكون معي ادراع تقريبا آآ آآ اين وستين او تلاتة وستين سنتي. هجيب ابرة وخيط. وهنا برضو هستخدم اعلامة معايا مهمة. فانا هجيب كده الابرة والخيط. حاجي كده تحت الابط. اهي تحت الابط. هحط الابرة في المكان ده هو. وهسحب الخيط. هشتغل غرزة سلسلة. وفي الغرزة اللي وراها هدخل. هشتغل غرزة. منزلقة. بعدين هبدأ اشتغل تسعين غرزة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. اربعة خمسة ستة. سبعة تمانية. تسعة عشر. احداشر اتناشر. تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر. انا هكمل. آآ كده اشتغلت تسعين غرزة السلسلة. بعدين هشتغل غرزة. هتكون معي غرزة ارتفاع كده واحد وتسعين. هدخل من تاني غرزة. وهبدأ اشتغل في كل غرزة غرزة منزلقة معي. اشتغل في كل غرزة كده هو. غرزة منزلقة. انا هشتغل باول سطر معي بالابرة الكبيرة. وهي من تاني سطر هبدأ اشتغل آآ في القنار بتاع الدراع. حوالي خمستاشر غرزة. آآ بالابرة الصغيرة. بعدين هكمل آآ باقي الدراع بالابرة الكبيرة. فهبدأ اكمل كده لحد نهاية السطر غرزة منزلقة. وهرجع لكم تاني. كده انا خلص السطر معي. غرزة منزلقة. وصلت عند نهاية السطر. هشتغل اخر غرزة معي غرزة منزلقة. اهي. بعدين هدخل في الغرز بتاعة نفسه. آآ الغرزة دي انا كنت مشغلها. فهدخل في الغرزة اللي وراها. وهي هشتغل غرزة منزلقة. اهي. بعدين هعدل الشغل معي كده هو. طبعا انا بتجاهل اول غرزة دي عشان دي غرزة اللي انا بقفل فيها الغرز معي. هدخل من تاني غرزة هشتغل غرز منزلقة في الحلقة الخلفية. كل غرزة كده غرزة مزلقة في الحلقة الخلفية. نحط بس العلامة معي. انا طبعا هستخدم علامة هنا هو. في اول غرزة. عشان آآ ما نقصش عدد الغرز انا رايحة وجاية بيه الغرز. عبدأ اشتغل كده في كل غرزة. غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. ورايح ايدي انا بشتغل الغرز. انا بشتغل الغرزة. انا بشتغل كده غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. في الحلقة الخلفية لحد نهاية السطر. وهي حرجع لكم تاني. كده انا خلصت السطر معايا. آآ غرز منزلقة في الحلقة الخلفية. فانا عندي اخر خمستاشر غرزة. هبدل الابرة وهبدأ اشتغل بالابرة الصغيرة. ده هيكون معايا القنار بتاع الدراع. حمد اكمل كده بالابرة الصغيرة. في كل غرزة غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. آآ طيب انا لو حابة ان انا اشتغل مثلا القنار لوحده والدراع لوحده بتشتغلي لحد آآ طول بتاع الدراع وبسيلي حوالي آآ سوعة سنتي او عشرة سنتي للقنار آآ من الطول بتاع الدراع وبتشتغلي القنار لوحده. طبعا انا وضحته في فيديو قبل كده في نفس آآ واشتغلت آآ طريقتين للدراع. طريقة بالطريقة دي. وطريقة التانية كانت آآ في الجزء التاني اللي هو الدراع لوحده وقنار بتاع الدراع لوحده. هكمل كده هو لحد نهاية السطر فانا هكمل لحد آآ هشتغل لحد نهاية السطر خمستاشر غرزة وبعدين هرجع تاني هشتغل خمستاشر غرزة بالابرة الصغيرة وهبدأ اكمل بالابرة الكبيرة لحد ما وصل لنهاية الدراع عند فتحة الدراع وهرجع لكم تاني. آآ كده انا خلص السطر التالت وصلت عند نهاية السطر من ناحية فتحة الدراع عندي عند العلامة وطلع العلامة واخر غرزة هشتغلها غرزة مزلقة باخد الحلقتين الخلفية. اهو. واشتغل غرزة مزلقة. تمام? اهو. آآ انا الغرزة دي كانت مشغولة معايا في غرزة هدخل في الغرزة اللي وراه هشتغل غرزة مزلقة. طبعا ان الغرزة دي انا مش بحسبها معايا. هعدل الشغل كده هو. هبدأ اشتغل من تاني غرزة. فكل غرزة معايا غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. هحط العلامة تاني في اول غرزة. وهبدأ اكمل كده هو في كل غرزة معايا غرزة مزلقة في الحلقة الخلفية. وانا وبشتغل اريح ايدي شوية عشان ما تكونش معايا الغرز آآ مشدودة. اهي. انا هكمل لحد نهاية السطر. وهرجع تاني لحد ما كان العلامة. تمام? آآ عندي انا وبشتغل اخر آآ جزئية معايا اللي هما الخمسة عشر غرزة. بشتغل بالابرة الصغيرة. واخد لبقى دي عند آآ اول غرزة او اخر الغرزة دي هي. بشتغل فيه الحلقتين خلفية. فيه الحلقتين الخلفية منورة. اهو. الحلقة دي. والحلقة التانية الخلفية باخد الحلقتين كده هو. وبشتغل غرزة منزلقة. تمام? علشان تكون معايا القنار بتاع البلوفر آآ ماسك نفسه مشدود آآ زي الناحية التانية كده هو. اهو. ماسك نفسه. مشدود مش بيمط معايا عند نهاية البلوفر او عند نهاية القنار. اهو. فانا هكمل كده هو. هرجع لكم تاني. آآ كده انا خلص السطرين الرابع. رحت كده بالغرز ورجع تاني السطر الخامس. تمام? عندي اخر غرزة مكان العلامة. اطلع العلامة كده هو. واشتغل اخر غرزة. غرزة منزلقة في الحلقتين الخلفية. اهو. بعدين الغرزة دي ما كنت شغل فيها اشتغل في الغرزة اللي وعراها. غرزة منزلقة. هعدل الشغل معايا كده هو. وهبدأ اشتغل هسيب اول غرزة ومن تاني غرزة هبدأ اشتغل في كل غرزة غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. تحط الاعلامة. كده السطر السادس معايا. فانا هكمل كده اه بالغرز. هروح كده بالسطر وهرجع تاني لحد ما كان العلامة في السطر السابع وهرجع لكم تاني. اه كده انا خلص السطرين السادس والسابع السادس رحت كده بالغرز. ورجعت تاني في السطر السابع كده عندما كان العلامة. هطلع العلامة معي في اخر غرزة. هشتغلها غرزة مزلقة على الحلقتين الخلفية. بعدين حاجة كده في غرز هدخل غرزتين ورا بعض منزلقة. ادي غرزة. والغرزة اللي وراها اشتغلها غرزة منزلقة. كده غرزتين ورا بعض في غرز البلوفر. هرجع تاني كده بالغرز هتجاهل الغرزتين دلهم. اللي هم الغرز البلوفر. هدخل في تالت غرزة. انهي غرز الدراع. هبدأ اشتغل في كل غرزة معي غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. رحط معي العلامة. هشتغل كده في كل غرزة غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. يعني انا اشتغلت في السطر السابع غرزين ورا بعض غرزة منزلقة. وهبدأ اكمل كده بنفس الطريقة. كل سبع اسطر هشتغل غرزين ورا بعض. انت لو عايزة ان يكون الدراع معاكي اوسع من كده. آآ فانتي هتحددي طول حردة البلوفر معاكي. من البداية هيكون معاكي تقريبا تلاتة وعشرين سنتي او حسب انت وسع الدراع اللي انت محتاجه. آآ وهتبدأ تشتغلي الاسطر معاكي في كل غرزة واحدة بس. غرزة مزلقة في غرز البلوفر آآ تمام. وهتيجي تشتغلي القنار بتاع البلوفر الواحده. بعد ما خلصي الاسطر معاكي بتيجي تسيبي حوالي سبعة او عشرة سنتي للقنار وهتشتغليه في الاخر خالص لوحده. تمام? فانا كده هبدأ اكمل غرز مزلقة في الحلقة الخلفية. وهاجي بعد كل سبع اسطر باشتغل غرزتين ورا بعض في غرز البلوفر. تمام? اهو. ورايا ايدي انا شغالة. علشان ما تكونش معايا الغرز مشدودة. اهو. انا هكمل كده بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني علشان نشوف تقفيلة الدراع ونعمل الكولة المفتوحة او اللياء بتاعت البلوفر. كده انا خلاص خلصت الدراع وهبدأ اقفل الدراع كده اهو. آآ هقلب البلوفر من ناحية التانية. على القلبة. كده انا قلبت البلوفر من ناحية التانية فهبدأ اقفل كده الدراع. هاجيب ابرة وعمده اقفل. ادي معايا آآ آخر غرزة كده اشتغلتها. فهبدأ ادخل كده في الغرزة اللي انا بدأتها آآ في اول السطر. هيكون تحت الابت كده هو. وهبدأ اشتغل غرزة مزلقة. بعدين هبدأ اشتغل من تاني غرزة. هبدأ ادخل كده من تاني غرزة. يعني الغرزة دي هتجاهله. هبدأ اشتغل كده من تاني غرزة هدخل في كل حلقة معايا في الحلقة الخلفية. اول غرزة. مع اول غرزة من الناحية التانية في الحلقة الخلفية. تاني غرزة. مع تاني غرزة بس الغرزة انا معي دايقة شوية فانا هجيب الابرة التانية كده هو. هشتغل. تاني غرزة. مع تاني غرزة في الحلقة الخلفية. يعني انا هشتغل على الحلقة الخلفية من ناحية دي ويقل الحلقة الخلفية من ناحية التانية. تالت غرزة. مع تالت غرزة من ناحية التانية الحلقة الخلفية. رابعة غرزة مع رابعة غرزة. الخلفية. اول حلقتين يعني هتكون حلقة اوة حلقتين. اهي. لان عندي بس اشتغلت اه الاول سطر ده بيكون معي يعني الغرز دايقة شوية البداية الادراع. وهكذا هبدأ كده اكمل في كل غرزة بتقابل التانية في الحلقات الخلفية. اهو. انا هريح ايدي برضو. انا بشتغل. انا باشتغل. اه دي شكل التقفيلة معي. في المقلوب. ودي شكلها. بالمعدول. اهو. في مجاني التقفيلة معي طبيعيه. فانا هبدأ اكمل كده لحد نهاية السطر وهرجع لكم تاني. كده انا خلصت التقفيلة بتاعت الدراع وصلت عند نهاية السطر وعندي اخر ثلاث غرز. اشتغل كده الثلاث غرز معي. اخر غرزة اخر غرزة نخلص معي الدراع بعدين هشتغل غرزتين سلسلوية هاقص الخيط بعدين هعدل البلوفر وارجع لكم تاني علشان نشتغل الرقبة مع بعض. كده انا عدلت البلوفر هبدأ اشتغل بعدين اخر حاجة الرقبة هجيب الخيط حاجة كده عند بداية الرقبة معايا من الناحية الشمال هدخل الابرة كده اهو في اول غرزة معايا بعدين هسحب الخيط هعمل غرزة سلسلة وفي الغرزة اللي وراها هدخل بالابرة ده اهو اللي هي الصف معايا لشكل غرز السلاسل او حرف الفي هدخل كده بالابرة في اول حلقتين هسحب الخيط هعمل غرزة منزلقة بعدين هبدأ اشتغل عدد السلاسل اه بتاعة الطول بتاع الكولة او اه طول اللي انا هشتغل على تلاتين غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعة عشر خمسة ستة ستة سبعة عشر تمنية تسعة عشر تلاتين كده انا معايا تلاتين غرزة سلسلة وهشتغل كمان غرزة كده واحد تلاتين اه او الغرزة دي هتكون معايا غرزة ارتفاع هدخل من تاني غرزة وهبدأ اشتغل في كل غرزة معايا غرزة مزلقة بس هخلي الشغلي في ظهر السلسلة في الحلقة الخلفية بتاعة السلسلة كده هون تمام اول غرزة بسيبها من تاني غرزة كده باشتغل في كل غرزة معايا غرزة مزلقة انا هكمل لحد نهاية السطر هنجعلكم تاني كده ان خلصت السطر معايا غرزة مزلقة وعندي اخر غرزة هشتغلها غرزة مزلقة هاي بعدين بدخل في الاسطر بتاعتي اللي هي شبه علامة او غرز السلاسل اه الاسطر دي هاي انا بدخل فيها هدخل في اول سطر كده هون في الحلقتين باشتغل غرزة مزلقة بعدين هاعدل الشغل معايا كده هون اول غرزة مش بحسبها معايا عشان دي غرزة الرقبة نفسها فبدخل من تاني غرزة وببدأ اشتغل كل غرزة معايا غرزة مزلقة في الحلقة الخلفية وانا مشغالة كده هون بريح ايدي طبعا انت براحتك فيه الطول بتاع الرقبة عايزة تطولي عن كده ممكن تطولي عايزة تقصري آآ فانت براحتك فيه الطول بتاع الرقبة هكمل كده لحد نهاية السطر كده انا خلص السطر معايا غرزة مزلقة في الحلقة الخلفية وعندي اخر غرزة هشتغلها غرزة مزلقة بعدين هرتفع بغرزة سلسلة كده هو وهقلب الشغل معايا وهبدأ اشتغل في كل غرزة غرزة مزلقة في الحلقاء الخلفية انا هكمل لحد نهاية السطر كده انا خلص السطر معايا آآ عندي اخر غرزة هشتغلها غرزة منزلقة في الحلقتين اهو في الحلقتين الخلفية بعدين حاجة كده في السطر معايا اللي هو شبه علامة او غرز السلسلة بدخل فيه اول حلقتين كده هون وهبدأ اشتغل غرزة منزلقة بعدين هدف الشغل معايا كده هو اول غرزة مش بحسبها معايا بدخل من الثاني غرزة هبدأ اشتغل غرز مزلقة في الحلقة الخلفية انا هكمل لحد نهاية السطر كده انا خلص السطر معايا عندي اخر غرزة باشتغلها غرزة مزلقة في الحلقتين في الحلقتين الخلفية بعدين برتفع بغرزة السلسلة وبقلب الشغل معايا وبشتغل في كل غرزة معايا غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية انا هكمل كده بنفس الطريقة همدأ اشتغل كده رايحة جاية بالاسطر وبحط الغرزة معايا في اللي هو السطر معايا اللي شبه علامة اللي فيه او غرز السلسلة بحط فيها غرزة منزلقة في الاسطر دي تمام فانا هكمل كده لحد نهاية الرقبة هارجع لكم تاني علشان نركب السستة مع بعض كده انا خلاص خلصت الرقبة كلها اسطر غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية وعندي اخر سطر هشتغل معاكم اهو اخر تلات غرز مزلقة في الحلقة الخلفية كده هو عندي اخر غرزة هشتغلها غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية بعدين عندي اخر سطر هو اللي هو ده هو غرزة مزلقة هدخل كده بالابرة وهسحب الخيط بعدين هعدل الشغل معايا كده هو وهدخل في الرقبة من ورا في اي غرزة في اول غرزة كده هو هدخل بالابرة وهشتغل غرزة منزلقة اهي بس هشد الخيط شوية هدخل كده في اول غرزة بعدين هبدأ اشتغل اخر سطر كده هو في كل غرزة معايا غرزة منزلقة طبعا انا بسيب اول آآ غرزة معايا بشتغل من تانية غرزة وده اخر سطر معايا انا هكمل لحد نهاية السطر كده انا خلصت السطر وعندي اخر غرزة بشتغلها غرزة منزلقة كده هون بعدين بشتغل غرزتين سلسلة ويه بقص الخيط وهسحب الخيط انا قصيت الخيط بعدين هبدأ اسحب كده الخيط اهو وهنظف الخيط كده في الياقة من فوق باي ابرة يمكن ابرة التنظيف او ابرة آآ ابرة الكروشي هبدأ كده انظف هسحب الخيط كده هون اشتغل غرزة سلسلة هبدأ ادخل كده في الغرز من فوق اهو انا هقص الزيادة دي هي وكده تكون معايا خلصت اللياءة اهي ده شكل اللياءة معايا هبدأ اركب السوستة دي اخر حاجة آآ طبعا انا بقص السوستة لحد الجزء ده هو آآ فانا هقص الجزء ده للسوستة وهرجع لكم تاني كده انا قصيت السوستة معايا على قد الفتحة يعني كبرت شوية بتاع اتنين سنتي تمام فهبدأ كده اثبت السوستة على الفتحة بتاعة البلوفر هبدأ كده اثبت القطعتين كده بتاعة السوستة على البلوفر هجيب كده الجراية بتاعة السوستة هدخلها الاول كان دخلت الجراية في السوستة اهي فهبدأ ان انا اثبت هجيب الابرة والخيط وهبدأ ان انا اثبت السوستة من بداية فتحة الرقبة كده هو هبدأ اثبت وحاول اخلي الخياطة بتاعة السوستة متبانش معايا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هاي السوستة معايا تمام انا هاقص الخيط بتاع الخياطة كده انا سبت السوستة وديت اللياء بتاعة البلوفر وده شكل البلوفر النهائي اهو اه وكده يكون خلص معايا الفيديو اتمنى ان الفيديو عجبكم ولو عجبكم الفيديو متنسوش تشيركم في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وحصري ان شاء الله دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة